تعتبر المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة المتنفس لسكان المدينة حيث تقام على مساحة 260 فداناً في وسط المدينة ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة نحو 70 منشآة ونسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني بلغت نحو 70% على قدم وصاق يصابق هؤلاء الزمن للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية للمدينة التراثية بالعالمين الجديدة هذه المدينة المقامة على مساحة 260 فداناً وتحتوي على 70 مبنى ومنشآة فيه شغل واضح جداً وفيه مجهود كبير وفيه فترات كتير للشغل يعني أعتقد الموقع مش بيوقف شغل تماماً فيه وردية كذا وردية بتبقى شغالة وفترات الأجازات لا ما فيش يعني الشغل مستمر في الموقع بإنجاز أعتقد أنه هو بيتطور كمان كل فترة عن اللي قبلها يعني إحنا عندنا هنا دارة المشروع بتقسم المباني علينا كمهندسين كل مهندس بيبقى مسؤول عن جزء أنا مثلاً مسؤول عن الجزء بتاع المصرح الروماني عندنا المصرح الروماني تقريباً بيزاع لألف شخص البروجرس بتاعنا في المصرح الروماني إن المشروع المبنى تيرنكي بنسلمه كامل التشريب جاهز على إنه يتعمل فيه الإفانتس المتجهزة ومترتبة لها وإحنا أولمس خلصنا تقريباً من خمسة تمانية تسعين في المية فضلنا يعني للتشريب الآخراني ويبقى الموضوع جاهز خلاص المبنى جاهز للتسليم على طول تتميز المدينة الجديدة باحتوائها على دار للأوبرا ساعة ألف ومئتين شخص بالإضافة لمتحف مصغر ومسجد كما تضم بحيرة ضخمة وحديقة مركزية ومباني تجارية وكنيسة ومصرحاً رومانياً ومجمع فنادق ومجمع للسينيمات ومنطقة معارض نحن جينا هنا كان الأرض زي ما أنت حددك عارف كانت الصحراء دلوقتي يعني بفضل توجهات الرئاسة وكله ونحن وصلنا للحاجة اللي أنت شايفها دلوقتي هنا احنا شغالين الـ 24 ساعة كلهم شفت وشفتين نهار وليل العمل هنا يعني ممكن حددك تنزل تسالة حد يعني هنا كل حاجة ممشي على أحسن حاجة وتعد مدينة العالمين الجديدة أول مدينة مليونية في السحل الشمالي وإحدى مدن الجيل الرابع وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة حيث تشمل مركز تجارية عالمية وأبراجاً سكانية وسياحية خمس سنوات كانت كافية لتتحول مدينة العالمين من صحراء جرداء لمدينة ساحلية سياحية متكاملة الأركان لتصبح مدينة العالمين الجديدة قبلة رئيسة لرواد الساحل الشمالي من مصريين أو أجانب كريم بيبرس التلفزيون المصري